بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامج مكارم الأخلاق وباسمكم أرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين أهلا ومرحبا بكم بكم أستاذ عدنان جزاك الله خيرا دكتور الرفق وما أحوج الإنسان في حياته إلى الرفق به من قبل الآخرين وبالتالي الآخرون أيضا بحاجة لرفق هذا الإنسان بهم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ترى هل الرفق أن يكون الإنسان ضمن معنى لغوي يمكن أن يكون في إطار ضيق أم أن الإطار الاشطلاحي يضم صفات كثيرة في باب الرفق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أستاذ عدنان بالتعريف الإصطلاحي الرفق لين الجانب الرفق لطافة الفعل الرفق الأخذ بالأيسر والأسهل الرفق ضد العنف والعنف لا يلد إلا العنف هذه حقيقة تغيب كثيرا عن الأقوياء العنف لا يلد إلا العنف ولا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه الحقيقة الرفق الذي يكون في الإنسان مرتبة أخلاقية عالية جدا ونحن نتحدث عن مكارم الأخلاق الرفق الذي يكون في الإنسان سمو به يعني الإنسان قد يرقى رقيا إلى أعلى الدرجات ويبقى مظهره واحد له رأس وجزع وأيدي وأرجل لكن الفرق بين إنسان رفيق وإنسان متوحش فرق كبير تماما كما لو وجدت قطعة لحم متفسخة تكاد تخرج من جلدك من نتن رائحتها وقد تجد قطعة لحم مشوية وأنت جائع كلاهما قطعة لحم الأولى تخرج من جلدك من نتن رائحتها والثانية تتمنى أن تأكلها فلذلك الرفق يرقى بالإنسان هو لين الجانب والطافة الفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف طيب دكتور الرفق له أصل في القرآن الكريم ودعوة إليه وكذلك في الحديث النبوي الشريم لو أردنا أن نتوقف عندما ورد في القرآن الكريم عن الرفق هل يمكن أن توضح ذلك للإخوة المشاهدين يقول الله جل جلاله يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله في هذه الآية ملمح دقيق جدا فبما رحمة هذه الباء باء السبب يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت لينا لهم تبين أن الرفق سببه الرحمة والرحمة من الله الرحمة تشتق من الله لأن الله أرحم الراحمين وكل إنسان اتصل بالله عز وجل اشتق من كمالاته فالذي يتصل بالرحيم يمتلئ قلبه رحمة على الخلق والذي ينقطع عن الرحيم يقص قلبه فويل للقاسية قلوبهم من النار فبما رحمة من الله لانتله هذا الرفق هو اللين لين الجانب يعني رحم الله عبدا سهلاً سهلاً إذا باع سهلاً إذا اشترى سهلاً إذا قضى سهلاً إذا اغتضى علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف فاللين هنا يعني الرفق هو اللين الجانب فبما رحمة من الله لانتله يا محمد وأنت أنت وأنت سيد الخلق وأنت حبيب الحق وأنت سيد ولد آدم أنت الذي أتيت المعجزات أنت الذي أنزل عليك القرآن أنت الذي أتيت جمال الصورة أنت الذي أتيت فصاحة البيان لو كنت أنت أنت فضاً غليظ القلب لن فض من حولك يعني في النهاية إنسان متصل بالله يمتلئ قلبه رحمة تنعكس الرحمة رفقاً يلتف الناس حوله إنسان مقطع عن الله يمتلئ قلبه قسوة تنعكس القسوة غلظة وفضاضة ينفض الناس من حوله وكأنها معادلة رياضية بالتمام والكمال اتصال رحمة لين التفاف انقطاع قسوة غلظة انفضاض فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لنفض من حوله لذلك أنا أقول للإخوة الذين يدعون إلى الله هذا الدعية ليس نبياً ولا رسولاً ولا يوحى إليه ولا معه معجزات ولا أوتي الفصاحة التامة ولا جمال الخلق فكيف يكون فيه غلظة وفضاضة ينفض الناس من حوله يعني رأس مالي الداعية أن يكون محبوباً لأن الإنسان بالحب يسرع الخطأ إلى الله صحيح سقراط معلم كبير في تاريخ البشرية مرة استدعى أحد أولياء طلابه وقال خذ ابنك عني إنه لا يحبني إذا ألغي الحب في الإسلام أصبح الإسلام متصحراً أصبح كلاماً أصبح ثقافة لكن الإيمان هو نظام كامل عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك يقال في كل إنسان نبعة خير إذا ما استطاع الآخرون أن يصلوا إلى هذه النبعة تتغير كثير من صفات الإنسان الجافي وشاهدنا في سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كثيراً من الأشياء والأفعال التي تؤكد هذا الأمر في تعامله مع الآخرين في تعامله مع أصحابه ومع أعدائه كان لين الجانب واضحاً جلياً في تصرفاته هذا في ميدان التصرفات وله في ميدان آخر ميدان الكلام والحديث النبوي الشريف أيضاً شيء كثير ممكن أن نتحدث عن هذا الجانب النبي عليه الصلاة والسلام ماهر في قلب أعدائه إلى أصدقاء يعني مرة جاءه عكرمة ابن أبي جهل مسلماً وأبوه أبو جهل أعداء أعداء الإسلام لذلك قال عليه الصلاة والسلام جاءكم عكرمة مسلماً فإياكم أن تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت كان رفيقاً به كان عليه الصلاة والسلام رفيقاً بأصحابه كان عليه الصلاة والسلام حريصاً عليهم كحرصه على أولاده الحقيقة أن الدعوة إلى الله بين أن تكون إلقاء درس وبين أن تكون قلباً كبيراً يسع الناس كلهم لذلك رأس مال الداعية ليس لسانه ولا فصاحته ولا معلوماته بقدر ما ينبغي أن يكون عليه من قلب كبير يستوعب إخوانه ويستوعب الناس جميعاً لذلك مرت جنازة فوقف النبي لها قيل هذا يهودي قال أليس إنساناً كان أعداؤه يدهشون برقته ولطفه لذلك ولو كنت فضاً غليظ القلب لن فض من حولك المنهج في الدعوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذه أخلاق الدعاة لذلك هذه الآية فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لن فض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إذن كان عليه الصلاة والسلام في تصرفاته رفيقاً الأنصار حينما قال لهم أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم به أتيتنا مكذباً فصدقناك طريضاً فأويناك عائلاً فأغنيناك قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ظلالاً فاهداكم الله به ألم تكونوا عالة فأغناكم الله ألم تكونوا أعداء فألف بين قلوبكم إذن كان النبي رفيقاً بأصحابه وكان حليماً عليهم لكن من أحاديثه الرائعة كما تفضلتم يقول عليه الصلاة والسلام إن الرفقة لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة نعود ونقول دائماً الأهداف النبيلة لا يمكن إلا أن تكون لها وسائل نبيلة أما هدف نبيل عن طريق العنف والقهر هذا الهدف لا يتحقق لذلك النبي كان رحمة للعالمين رحمة للناس كان أصحابه لا ينامون الليل من شدة محبتهم له إذن يقول عليه الصلاة والسلام إن الرفقة لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة أؤكد لكم أستاذ عدنان الإنسان موصول ومقطع موصول رفيق مقطع عنيف موصول رحيم الرحمة لين اللين التفاف مخطوع قسوة القسوة غلظة وفضاضة والغلظة والفضاضة الانفضاض صحيح حقيقة ثابتة فالإنسان يمتحن إيمانه بمقدار رفقه بمن حوله صحيح وكلما كان أكثر رفقاً كان أكثر محبة وأكثر وأكثر يعني رقياً عند الله وعند الناس طيب دكتور أحياناً لو قلنا إن إنساناً في مجتمع ما يتعامل مع الآخرين النتائج التي يحصل عليها نتائج مرسومة ومخطط لها إذا عاملهم بشيء من العنف إذا عاملهم بأدنى العنف الآن مرحلة ثالثة إذا عاملهم بالرفق هل تختلف النتائج ما بين العنف وشيء من العنف والرفق؟ الحقيقة أنا لا أصدق أن يستطيع الإنسان تحقيق رسالة نبيلة بالعنف لأنه في الأصل لا إكراها في الدين ولأن النفوس البشرية فطرت على حب المحسن يا داود كما جاء في الأثر القدسي ذكر عبادي بإحسان إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها فالرفق لا يأتي إلا بخير ومن يحرم الرفق يحرم الخير يعني أنت في الدنيا من أجل عمل صالح يكون سبب دخول الجنة ليس سمن سبب فرق كبير بين سبب وبين سمن البيت سمنه مئة مليون أما سبب دخوله مفتاح سمنه عشرين ليرة فقط فلذلك العمل الصالح هو سبب دخول الجنة إذن الرفق يحقق العمل الصالح أما بالعنف لا يحقق شيء فلذلك قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه إنما أنا رحمة مهدات يعني كل الأهداف الكبيرة العظيمة النبيلة لا تحقق إلا بالرفق الرفق لا يأتي إلا بخير ومن حرم الرفق حرم الخير الخير أن تملك قلوب الناس أستاذ عدنان سهل جدا أن تملك رقاب الناس تملكها بقوتك لكن الأقوياء ملكوا رقاب الناس بقوتهم بينما الأنبياء ملكوا قلوب الناس برفقهم وشتان ما بين وشتان بين أن تملك القلوب وبين أن تملك الرقاب صحيح الأقوياء عاش الناس لهم والأنبياء عاشوا للناس وشتان بين أن يعيش الناس لك وأنت عيش لهم الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا الأقوياء أخذوا ولم يعطوا وشتان بين أن تعطي ولا تأخذ وبين أن تأخذ ولا تعطي صحيح الأقوياء يمدحون في حضرتهم أما الأنبياء يمدحون في غيبتهم ففرق كبير بين الرفق وبين العنف ويعطى الإنسان على الرفق ما لا يعطى على العنف دائما التصرف الحاد سهل الأبن أخطأ ضربه سهل وتركه سهل لكن البطولة أن يرهابك وأن يحبك في وقت معا هذا يحتاج إلى رفق صحيح طيب ذكرتم دكتور فيما يتصل بأن الخير مطلوب وورد عنه في القرآن الكريم نصوص كثيرة وكذلك في أفعال وأقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك هو منفع في المجتمع وخير ترى في ميدان الفقه إذا أردنا أن ندخل هذا الباب فماذا يمكن أن نجد من الرفق في هذا الميدان؟ يقول عليه الصلاة والسلام إن من فقه الرجل رفقه في معيشته الحكمة يعني إنفاق معتدل علاقات معتدلة أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما دائما المؤمن رفيق يعني معتدل هنا معتدل في إنفاقه معتدل في بزل الوقت يعني قد يعمل عمل مستمر وينسى عباداته وقد ينصرف إلى العبادة وينسى عمله رفيق يعني معتدل في عباداته في أعماله في أسرته ومع أسرته ومع الناس في البيت وفي العمل في مطالب الدنيا ومطالب الآخرة هنا الرفق الاعتدال إن من فقه الرجل رفقه في معيشته يعني الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة في تجارات أساس المضاربات أساس تلف الأعصاب أساس الحظوص ما في جهد بشري ففي تجارات تتلف الأعصاب في إنفاق كبير يحتاج إلى دخل كبير فلو أنك اعتدلت في إنفاقك لم احتجت إلى هذه الهموم خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حثه وهو لا يشعر فللرفق معنا دقيق هو الاعتدال أحيانا يعني معتدل في علاقاته معتدل في زياراته معتدل في إقامته في بيته هناك من يقبع في البيت ولا يخرج منه هناك من لا يأتيه إلا عند النوم فالاعتدال في علاقته مع أسرته في علاقته مع محيطه مع جيرانه مع أقرباءه مع سملاءه في العمل اعتدال في أكله في شربه في صحته فإن من فقه الرجل رفقه في معيشته صحيح نعم من خلال هذه الناحية دكتور قولك أن يكون معتدلا هذا هو ما يتصل بالرفق فعلا إذ إنه لو خلط الإنسان من خلال أعماله وعلاقاته مع الآخرين لو خلط ما بين الرفق وما بين ما يمكن أن يقال عنه التراخي لضاعة الأمور نعم لذلك من ثمار الرفق أن تكون أعماله معتدلة يعني أعمال الإنسان معتدلة في النطاق السليم لتعطي النتائج بعد ذلك ثمارها جيدة صالحة حبذا لو بينتم أن الاعتدال هو ميزان الرفق وبالتالي تكون ثماره كثير نعم أولا الاعتدال أو الرفق دليل كمال الإيمان نعم يعني الإيمان في إيمان وفي إيمان أعلى وفي إيمان أعلى وفي إيمان كامل من صفات كمال الإيمان أن تكون رفيقا نعم يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم حينما عقد صلحة الحديبية هذا سلام صحيح سماه الله فتحا مبينا صحيح فكأن الله يريد لنا السلام يريد لنا الراحة يريد لنا أن تنتظم حياتنا انتظاما مريحا فكل أعمال العنف والقسوة والحروب هذه تسبب قلق في المجتمعات كثيرا جدا نعم فلذلك الأصل أن السلام هو المطلوب الأصل أن تعيش حياة هادئة هو المطلوب نعم لأنه بهذا بهذه الطريقة تتفرغ لعبادة الله عز وجل لذلك يقال الرفق كمال في الإيمان والرفق محبة لله الله يحبك إن كنت رفيقا والناس يحبونك صحيح والمحبة شيء سمين جدا ورأس مال عظيم جدا والرفق ينمي المحبة والتعاون صحيح يعني التعاون من أن يأتي من رفق العنيف لا ينصح العنيف لا تقدم له النصيحة العنيف لا يتعاون معه أطلاقا إن أردت تعاون الناس معك إن أردت أن تستعير خبرات الناس إن أردت أن يكون الناس لك نصحة إن أردت أن يفديك الناس بأرواحهم كن رفيقا بهم هكذا كان الأنبياء نحن نفتقل إلى كمالات كبيرة جدا في حياتنا صحيح فعلا كما بينتم دكتور أن الأمر في موضوع الرفق أن يكون في نطاق الاعتدال حتى إنكم قلتم الرفق يساوي الاعتدال في حياة الإنشان والتصرفاته إذ إنه إن كان الرفق في ميدان التراخي يمكن أن يستغل هذا التراخي بحيث تكون الثمار سيئة بل يمكن أن تكون شوكا إذن الرفق ضرورة في حياة الإنسان في ذاته في مجتمعه ومن حوله والآن إذا أردنا أن نتابع إعجاز خلق الله تعالى وهو الرفيق بعباده وبكل مخلوقاته نتابع موضوع الطير نعم وفي تصميمه الكامل نعم يحاول الناس أستاذ عدنان دائما الوصول إلى الأكمل في صناعة الطائرة نعم فالجناح في الطائرة أبرز ما فيه تخفيف الاحتكاك بالهواء إلى أقل درجة وبقاء الطائرة في الجو بسهولة وقد توصل الإنسان إلى تقنية الطائرات تقنية رائعة جدا نتيجة بحوث وتجارب متراكمة وعلوم مئة سنة لكن تصميم أشكال الطائرة والجناح باعتبار عوامل خاصة كثيرة بمساعدة الحاسوب الكمبيوتر ورغم ذلك لا تقارن تكنولوجيا ودقة طيران أي طائرة بالطيور رغم التقدم مئة عام خبرات استخدام الحاسوب استخدام علوم نظرية علوم تطبيقية رغم كل هذا لا تقارن تكنولوجيا طيران الطائرات بطيران الطائر شيء دقيق تصمم أشكال الطائرة والجناح باعتبار عوامل كثيرة نعم إلا أن الناس طوروا وسائطة تطير أسرع من الطيور ولكن التحكم في طيران الطيور تفوق كثيرا في كل زمان بمثل لا يقارن يعني فيه شيء اسمه المناورة هناك طائرة تطير ألف كيلو متر في الساعة بحجم كبير جدا تقل ثمان مئة راكب الآن لكن الطير يملك قدرة على المناورة لا تستطيعها أي طائرة المناورة إلى من يرجع هذا التصميم الكامل الموجود في هياكل الطيور نبدأ بالتصميم رغم وجود مئات المهندسين ورجال العلم وراء تصميم كل طائرة فأسر من قابلية الطيور على الطيران وأجسام الطيور التي هي أكمل بكثير من الطائرات لا شك أنه لا يمكن أن يكون الطائر هو نفسه صاحب هذا الأسر هذا أسر من؟ الطائر متعلم درس جامعات لا شك أن الطائر ليس هو صاحب الأسر أو ليس هو صاحب الأسر وليس لدى الطائر أي معلومات عن التصميم ولا عن الديناميكية الهوائية بل يولد فرخا بلا شعور يستخدم الجناح الذي أوجده له الخالقه أثناء وجوده في البيضة ولا يستطيع أن يضع جناحا مختلفا لنفسه حتى ولو أراد ذلك مع أنه بالأصل أعطي الجناح المثالي بحسب حاجته والتفكير في وجود هذا التصميم نتيجة مصادفات عمياء تفسير أعمى غير منطقي قال تعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم من الممكن أن نرى دلائل الخلق عن قرب أكثر إذا دققنا في بنية أجسام الطيور وأجنحتها ذلك لأن هناك معجزات مهمة مخفية في تفاصيل الآن أجسام الطيور صممت بأخف الأشكال الممكنة فالطيور ذات عظام أقل بالنسبة للكائنات البرية بالإضافة إلى أن هذه العظام ليست صلبة ولا كسيفة كما في الكائنات البرية بل على العكس فعظامها مفرغة من الداخل والعوارض المتقاطعة المنسقة داخل العظام تجعل هيكل الطائر متينا جدا عظام الطائر يجب أن تكون خفيفة ويجب أن تتحمل كل الظروف الجوية الصعبة ويجب أن تملك طاقة كبيرة التصميم الريش في الطائر شيء محير بنية ريش الطائر الذي يبدو بسيطا في الظاهر معجزة في تصميمه فداخل كل ريشة آلاف الريشات الصغيرة المرتبة بشكل تقاطعي هذه الريشات الصغيرة مرتبط بعضها في بعض بصنارات مجهرية تكون بهذا سطحا أملسا خفيفا فهذا التصميم الذي لا نظير له ذو آلاف التفاصيل المجهرية داخل ريشة واحدة فقط لا تعود إلى الطبيعة بلا شك ولا إلى المصادفات العمياء ولا إلى الطائر نفسه بل تعود إلى الله رب العالمين هو الذي خلق الطيور بخصائصها كلها وهذه الكائنات واحدة من التجليات الكثيرة لعلم الله وحكمته التي لا حدود لها في الأرض تحلق الطيور أحيانا في الجو أثناء طيرانها مستفيدة من الرياح إلا أن هناك نوعا مدهشا من الطيور يطير دون أن يستخدم الرياح أبدا إنه الطير الطنان أجنحة هذه الطيور معجزة أخرى للخلق أنظمة الطيران لديها مختلفة تماما عن الطيور الأخرى ترفرف بجناحيها خمسا وعشرين مرة في الثانية الواحدة بسبب هذا لا تدرك عين الإنسان حركة جناح الطير أبدا ولرؤية هذا النظام الرائع يلزمنا إبطاء حركة آلة التصوير قد نصور الطائر بفيلم ثم نبطئ الحركة الأجنحة الدقيقة والحادة كالسكين تشكل تيار هواء بحركاته السريعة نحو الأسفل تماما كما يفعل الإنسان بالمروحية فالمروحة في المروحية تدور حول قضيب معدني سابت تشكل تيار هواء باتجاه الأسفل الهواء المدفوع للأسفل يرفع المروحية للأعلى مبدأ طيران الطنان يشبه إلى حد كبير الطائرة المروحية يصنع تيارا نحو الأسفل يستطيع هذا الطائر أن يقف في الجو من دون تيار هواء إطلاقا نعم شيء آخر يستطيع بتغيير زاوية جناحيه أن يتقدم للأعلى والأسفل والأمام والخلف رفرفة الطنان بجناحيه خمسة وعشرين مرة في الثانية وعدم تضرره منها أبدا وحير جدا لا يستطيع الإنسان أن يحرك ساعديه في الثانية إلا مرة واحدة فإذا أجري هذا العمل بمساعدة آلة لو ربطنا اليد بآلة وحركناها خمسة عشرين ثانية لإحترقة العضلات أما هذا الطائر خمسة وعشرين رفة بالثانية وعضلاته سليمة شيء آخر عصفور الطنان ذو خلقة رائعة فمع خفق جناحيه ملايين المرات دون توقف لا يحصل أي عطل في عضلاته هذا الطائر الصغير واحد من أعقد آلات الطيران والأكثر تفوقا في العالم إنه معجزة وحده وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فيما ذكرتم دكتور تتوالى ملامح الرفق من الله تعالى بخلقه وما أجدرنا أن نكون في قبول هذا الرفق معانين له ومتفاهمين له لنكون على الطريق الحق والنهج القوي في ختام هذا اللقاء كل الشكر لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين وكل الشكر أيضا للإخوة المشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ترجمة نانسي قنقر